السلام عليكم أحباء الصغار كيف حالكم اليوم؟ اليوم جئت لكم بدرس جديد ما هذا؟ لقد جاء قطار الحروب وجاء معنا اليوم بحرف جديد ما هو هذا الحرف الجديد؟ إنه حرف الفاء مرة أخرى إنه حرف الفاء تعالنا تعلم حرف الفاء صوته وشكله وطريقة إكلامته حرف الفاء صوته مرة أخرى حرف الفاء صوته لقد تعلمنا صوت حرف الفاء هيا بنا نتعلم طريقة كتابة حرف الفاء لا نضعها هنا نضعها فوق الدائرة مرة أخرى دائرة صغيرة على السطر بقليل خط مستقيم صغير على السطر خط نائم على السطر منحنى صغير ونقطة فوق الدائرة شكل حرف الفاء شكل حرف الفاء هكذا صحيح شكل حرف الفاء هكذا صحيح صحيح المفرد ونقطة فوق الدائرة مرة أخرى دائرة صغيرة على السطر ثم خط صغير على السطر خط نائم على السطر ونقطة فوق الحرف لقد تعلمنا صوت حرف الفاء وشكله صحيح وشكله مشهور الآن تعالوا نتعلم صوت حرف الفاء عندما لعبت معه الحركات البسيرة أول حركة لدينا هي الفتحة الفتحة مكانوها فوق الحرف عندما لعبت مع حرف الفاء نضع يدنا إلى أعلى ونصبح وتمعنا صوت حرف الشاي فا عندما لعبت الفتحة مع حرف الفاء صوت حرف الفاء فا فا مكانوها فوق الحرف أحسنتم لا ننسى يا أطفال ثاني حرفة لدينا هي الكسرة الكسولة دائما تأتي تحت الحرف صوت حرف الفاء عندما لعبت مع الفا مع حرف الفاء صوته نقصر فمنع ونضع يدنا إلى أسفل في 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 مرة أخرى في 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 مرة أخرى حرف الفاء عندما لعبت معه معه الضم فوق 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 بعدما تعرفنا صوت حرف الفاء وشكله صحيح وشكله مشبوكاً وصوته مع الحركات القصيرة تعالوا نتعلم الكلمات التي تبدأ في حرف الفاء فاء أيها الحقار الجميل أتيت إلينا بكلمات تبدأ في حرف الفاء تعالوا معنا ماذا أتى إلينا ماذا أتى إلينا ماذا في 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 أحسنتم ما هذا يفراء ف ف ف ف ف ف ف أحسنتم ما هو به ف ف ف فراشاً ف ف ف ف ف فراشاً ف ف ف فلشاً ف ف ف فرشاً أحسنتم نتعلم الماضيوه يا أصدقائي حرف الفاء بشكله وبصوته وبحلقات قصيرة وبالكلمات التي تبدأ في حرف الفان إلى اللقاء في درس آخر